سلام اليوم راح نديرو مع بعضنا سوب تاع جلبانه اول حاجة نشوفوش نحتاجه مع بعضنا نحتاج هنا جلبانه عندي جلبانه مجمدة وعندي الكرافص هنا تكون السيقان تاع الكرافص تكون نصف الكمية تاع جلبانه عندينا بصلة متوسطة وزيت زيت زيتو نحنا تقدروا تستعملوا زيت العادي اول حاجة نقول بسم الله ونبدأ نحط شوية زيت ونزيد البصلة تاعي لمقطع كما كاتين تشوفو نزيد شوية ملح شوية في الفلاك حال شوية في الفلاك حال شوية في الفلاك سود ونقلي مليح هنا مهمة المرحلة هذي نزيد الكرافص كما قلت لكم سيقان الكرافص هنا المرحلة مهمة ياسر كما قلت لكم لازم نقلي مليح يعني تقليات تدي لكم شوية وقت بصح النتيجة راح تكون ملاحة هنا مهمة كما قلت لكم باهم ما تبقاش السيقان تاع الكرافص تجي فيهم كما نقولو كي تبقى ما تترحاش مليح وما تتبالش مليح هنا مهمة ياسر حتى نوصلوا للمرحلة هذي كما قادين شوية نشوفو كما قاعدين تشوفو انو البصل تاعنا يولي يسيب في ما هو يدبال ويبدأ يتبدي اللون تاعو كلي يولي لون ذهبي نزيد الجلبانه كي ما نقولو كما قاعدين رحلة Beij обязательно قاعدين temperature نبدي تمرقت بالشوية بالمسخون. ونزيد نكمل كيف كيف نمرق بالمسخون كما قادين تشوفو. اهنا الماء لازم يكون ضعف. كما قادين تلاحتو. اهنا الجلبانة يبدأ تطيب. منغطيهاش يعني دي حاجة بها يبقى اللون الاخضر تاها الجلبانة. ما لازمش نغطيها. هاكي فهنا جاهزة طفيتها ونرحاها. نرحاها ونرجع لكم. نع بعد مرحيتها نخلى هاكي ما احنا نقولو بتدي غلوة برك. ونطفاها ونشوفوها مع بعضانا. افصحنا التقطيع. هنا الوصفة تعنا واجدة ان شاء الله تعجبكم وتجربوها. وما تنسونيش بالاعجاب والاشتراك في القناة. ونقولكم سلام الى وصفات اخرى ان شاء الله.